اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الحسنة التربوية جيلكم التي تأتيكم على قناة الخبر لمناقشة أهم المواضيع التربوية اليوم أستضيف تشرف باستضافة السيد الأستاذ بالباقي حسن آمين بالنقابة الوطنية أسان تيو والأستاذ محمد تشعبونت مدير متوسطة هارون الراشيد مرحبا بك أستاذ وشكرا على تربيتك للدعوة شكرا جزيلا على الاستضافة شكرا أستاذ علي تربيتك للدعوة شكرا شكرا بداية سنتحدث عن أهمية أو كيفية تحضير التلميذ قبل فترة الامتحانة تبقى بدوجيا أو نفسيا نعم أكيد هو أولا نشكركم على الاستضافة الكريمة والشكر يعني كذلك مع السيد المدير شوف قبل ما نبدأ يعني في الحقيقة لازم نعرج على الحدث اللي كان البارح اللي هو التعديل الوزاري وهو محطة يعني سياسية بانتياز نقدر نقول باللي احنا نتكلم عن الوافد الجديد اللي يراه الآن يعني سيد وزير سيد سعداوي اللي يراه الآن على رأس القطاع التربية وما أدرك ما قطاع التربية وقطاع التربية ما يخفكمش هو قطاع مجتمعي وقطاع حساس وحساس جدا لما له يعني من وقع على أي قرار يكون في وزارة التربية يكون عنده وقع على كل المجتمع الجزائري وبالتالي أنا نقدر نقوله أكيد رح نرحبه بسيد الوزير دون أن ننسى يعني نديره تحية خاصة إلى سيد الوزير سابق لأن نقدر نقوله أخدم واشخدم وأصابه وما أصابه وربما أخطأ فيما أخطأه لكن احنا دائما نقوله للرجال يعني دائما نقوله للرجال يعطيهم صحة واشقدمه إلى هذا البلد إذن نقدر نقول لسيد الوزير كذلك تنترده ورشات كبيرة وكبيرة جدا لازم نتكلم يعني قبل ما نجاوبه على سؤالك على الثنائية القطبية للجامع ينتظر فيها ولما سيد رئيس الجمهورية يدخل شخصيا ويقول أن ملف القانون الأساسي والنظام التعويدي هما ملف في أنا شخصيا هذا يعطيه دليل على أهمية قطاع التربية وما يخفكمش أن الوزير الحالي الآن سيسعداوي هو كان مستشار لدى رئيس الجمهورية مستشار في قطاع التربية والتعليم عالي والتكويم مهني وبالتالي يعني لازم تكلمه كانت النقطة لازم تكلمه بالرجوع إلى سؤالكم أكيد نعم أكيد بالرجوع إلى سؤالكم نعم نحن هذه السنة يعني الشيء اللي نقدر نقوله بداية سنة الدخول المدرسي كان ما كان عليه الآن أنا في فطرة امتحانات ولما قولوا فطرة امتحانات يا فطرة فطرة كما قولوا تعضغط نفسي نعم يعني الأولياء كلهم تلقاهم آليرت في البيوت الشيء اللي يمليح في هذا الرزنام تعالى السنة تعالى الاختبارات أنه كان تقارب بين إجراء الفروض اللي يبدأ يوم 3 نوفمبر والاختبارات فطرة يعني متقاربة جدا وبالتالي هذه الفطرة ستكون في صالح أبناءنا وبالتالي تلميذ لما يراجع الفروض ما راح تكون دروس كبيرة كذلك ويكون تراكم تاع الدروس في كل المواد وثم تكون اختبار ولذا كانت الفطرة بنته متقاربة وهذا في صالح التلميذ الشيء تاني اللي لازم أقولوه كذلك أن أبناءنا لازم الآن تكون مراجعة تكون مراجعة يومية أنا دائما أحب المثال بأنشتاين أنشتاين لما سألوه وقالوله كيفاش أصبحت يعني عالم هكذا قال لهم طبقت شيئين ودائما ألحوا عليها وأقولها وأبقى أكررها قال لهم طبقت شيئين ما هم الشيئين اللي طبقهم قال لهم الإرادة والتنظيم خليني تكلم على التنظيم لما نقول التنظيم أنا دائما أنصع أبناءنا التلاميذون نقولهم كين جد والتوقيت زمني لي خاص بالمؤسسة اللي يدخل كين كذلك في البيت كل واحد يبني جد والتوقيت للبيت لي ويكون طابلو دبورتعو يكون كيما قولوا منو يقدر يراجعو يكون منظم في المراجعة عتعو ما يبقاش جالسة قدار نراجع ساعة ولا نسب لا تكون عندو يبقى هذك جد والتوقيت تع البيت احترامو في بعض الأحيان مئة بالمئة نسبي في بعض الأحيان ستين بالمئة ربما أربعين بالمئة تكون متفاوتة حسب الضروس ربما لأني داد اليوم نراجع رياضيات وما قرر نشهدك نهار رياضيات ما يمنعش أنني رياضيات نراجع ساعة لا نراجع عشرين دقيقة وتكون ربعين دقيقة نمدها إلى حيث صورة تخر وبتالي التنظيم مهم جدا ثم الإرادة هذو أبناء أنا الآن لازم تكون عندهم أنا على بل الإرادة وين راح تكون الباكاروريا هذو راح يبدلوا جهد مضاعف لأنها رسمي الهدف وعلى بلهم راح تكون يعني وين راح يواصلين وش راح يسنهم في نهاية السنة شكرا أسد أسد محمي تشابوت كيفية تحضر تلميذ قبل فترة الإمتحانات؟ شكرا أختي الكريمة دعيني في البداية أن أتقدم بأسمع عبارة التهاني إلى مجمع الخبر على هذا الإنجاز الكبير وهي قناة الخبر الرقمية التي تأتي في وقت يجنح فيه العالم إلى هذا النوع من الإعلام أتمنى لهذه القناة كل التوفيق والتألق والنجاح تماما مثلما نجح مجمع الخبر بمختلف فروعي بالنسبة لي التلميذ مثلما سبق للأستاذ وأنا أشار إليه التلميذ مطالب بأن يبدأ تحضير نفسه للامتحانات والاختبارات والفروض من اليوم الأول لسنة الدراسية وذلك بوضع رزنامة منظمة يحترمها بشكل يومي وأفضل طريقة هي أن يراجع ويذاكر التلميذ في كل يوم ما درسه في نفس اليوم لأن المعلومات لا تزال جديدة يعني لا يزال التلميذ يتذكر الرسيد المعرف الذي تلقاه في المدرسة في اليوم نفسه على عكس ما يحدث لبعض التلميذ أنهم يتركون المراجعة إلى الفطرة الوجيزة فتتراكم الدروس وتتراكم المواد فنتسأل هل يمكن للتلميذ أن يراجع في ظرف يومين أو ثلاث ما درسه في ظرف ثلاثة أشهر الإجابة طبعا لا يمكن يستحيل لماذا لأن قدرة استعاب الطفلة في مرحلة عمرية معينة هي محددة فلا يستطيع التلميذ أن يراجع وأن يستوعب أكثر مما يستطيع أن يستوعب والتحضير مثل ما سبق وأن أشار إليه الأستاذ تحضير التلميذ يجب أن لا نحرمه من الخروج يجب أن لا نحرمه من الهواية لأن حرمانه من الهواية يعد عقوبة هو نوع من العقوبة بنسبة لهذا الطفل الطفل في حاجة إلى أن يلعب سواء في فترات الاختبارات أو خارج فترات الاختبارات في حاجة إلى أن يسترح خصوصا وأن الحجم الساعي الذي يتلقاه التلميذ في اليوم لا يقل عن ست ساعات في الطورين المتوسط والثانوي ولا يقل عن خمس ساعات في الطور الابتدائي وعليه فإن هذا الطفل يحتاج إلى استراحة يحتاج إلى أن يلعب يحتاج إلى أن نخرجه في آخر النهار من وتارة تلقي المعلومات إلى وتارة الاستراحة إلى وتارة هواية إلى آخر ذلك في نفس السياح كان عندي سؤال أستاذ هل ترون أن إلغاء الأولياء لجميع الأنشطة الرياضية أو الترفيهية طريقة مناسبة لتعامل مع التلميذ خلال هذه الفترة للأسف هي عادات خاطئة هي عادات خاطئة حرمان التلميذ من اللعب ومن الهواية أؤكد بأنه يعتبر عقوبة فهل نعاقب التلميذ في مرحلة الفرز والاختبارات؟ أظن بأنه خطأ يجب أن لا يعاقب التلميذ التلميذ يجب أن نعلمه التنظيم يجب أن نعلمه التنظيم من وقته إذا عودنا الطفل على التنظيم ورافقناه وحرصنا على أن يحترم مثل ما تفضل به الأستاذ جدول التوقيت في البيت فلسنا بحاجة إلى أن نحرمه من اللعب حتى في أيام الاختبارات بشرط أن يكون جدول توقيت البيت منظما وأن يكون احترامه بشكل يومي منذ اليوم الأول لسنة العشرية ما هو بالنسبة للإبتدائير بمفترة جديدة لهم؟ وكذلك الأمر بالنسبة لتلاميذ المتوسط ولتلاميذ الثانوي هي مرحلة يجب أن نحرص على تنظيم الوقت دون أن نضطر لمعاقبة الطفل وحرمانه من اللعب ومن الهواي أستاذ بالباقي؟ ما دعنا الإجابات هاك؟ أكيد وأشوف نزيل دعم الكلام بتاع الأستاذ هو هذا التنظيم اللي تكلمنا عليه هذا التنظيم كما قولوا تنظيم المراجعة أبنائنا والتحضير هذه النشاطات الرياضية والترفيئة هي جزء من هذا التنظيم هذه جزء منه معتها خلي الأمور تصير عادي جدا ما يبقى ما يخفاكش أن الإبن تعنا طاقة الاستيعاب بتاعه محدودة خاصة مع السن الأمرية كما قال الأستاذ كين طاقة الاستيعاب؟ ما نقدرش نعطي له فوق الطاقة تاعه وزيد أكتر من هذا ما يخفاكش أن البرامج لما يدرسوها أبناء لا تفوت القدرات العقلية والجسدية لما يدرسوا الآن علش كين ظاهرة تانا كنت تكلمون قبلة في كأواليس كي مش كين ظاهرة تعليكور يروحوا دولوا دروس خصوصية في الإبتدائي منفروض ما تكونش دروس خصوصية في إبتدائي مستحيل تكون خلينا متواصل تانا ويرح يكون كلام آخر ولكن ما تكونش دليل علش لأن البرامج اللي موجودة في الإبتدائي برامج تفوت القدرات العقلية تنميل يقرأ سنة الرابعة ويقرأ حداش المادة شي غير مقبول وغير معقول يعني عدد المواد كبير جدا وبغض النظر على المحتوى على كل مادة لما تشوف رياضيات تشوف التاريخ وشي غير مقبولة ولذا هذا التعب لو يتعبوها أبنائنا خلال هذا الفصل وما يخفاكمش أنا الفصل الأول هو أطول وفصل بالنسبة إلى الفصول الثلاث أكتر من هذا كذلك أنا دائما نقولهم الأولياء هذي الأولياء هما بحس النية اليوم يديروا يقولك أنا بش ما يضيعش الوقت لكن لا هذه الاختبارات لما دخل بداية سنة عارب الاختبارات رح يكونوا في تاريخ معين ولذا تحضير تحمل ما رحش يكون مليوم هذا رح يكون تحصيل حصل قبل الاختبار أن نسميها المراجعة وليس التحضير التحضير رح يكون تحضير مستمر خلال هذا الفصل لما تبقى يومي ثلاثة يسموها مراجعة هذه المراجعة معتها كل المعلومات والمعارف والموارد كلها مخزنة الآن يبقى الاستدعاءتها بهاتي المراجعة باش ندير لها ميزاجور ونكون نفسيا مرتاح ونروح نقرأ إذن فقط الأولياء أنا نقول دائما الأولياء ما يضغطوش على أبنائهم لأن هذا الضغط يعتبر ضغط سلب يرجع لأبنائهم يخليه خلاش الأولادنا تلقاه يقرأ وكذا ومع يقول كل الله كي يحقر بالاختبار هذا كل نهار والغدوة يقولك ما راني فهم ما راني والو وما راني شافي والو هذا دليل على الإبن تعنا يعيش الضغط النفسي راهيب جدا ومع كنا نتكلمه كان يتكلمه أستاذ مع السن العمرية وخاصة في المتوسط ما راهه كبير ما راهه صغير في السن مراهقة ما لازمش نضغطوه لازم مرافقة تكون مرافقة ذكية مرافقة نخلي أبنائنا في أريحية وأكثر من هذا المشرع لما دلت تلك فوصول ربما تنميذ سراله أكسيدون يعرف يقرأ وكذا ومخدمش مليح الفصل هذا المشرع زاد له فصلين اللي كي يتضارك وبالتالي احنا نقول الأولياء اللي يسمعوا فينا نقول باللي أبنائنا في هذه الفطرة يحتاجوا إلى مرافقة مرافقة تاع الأم يعني تكون مرافقة مقبولة مرافقة ومن خليهم ينشطون خليهم يدروا النشاطات الرياضية بالعكس الآن يحتاجوا لفرغوا هذه الطاقة السلبية وذلك الضغط النفسي يرميوا في هذه النشاطات الثقافية والرياضية شكرا أستاذ شكرا مشاهدين الكرام تنقلنا إلى شرع لرصد آراء التلاميذ والأولياء استعدادا للامتحانة تابعوا معنا هذا التقرير ممارسة الضغط النفسي على تلميذ تؤثر عليه سلبا وتجعله مرتبكا وتجعله يخلط بين المعلومات وخاصة إذا كان دخل فيه عنصر الخوف من الأولياء نرعي أنه العقلي عند الطفل نرعي أنه الوجداني عند المتعلم سواء في البيت أو في المؤسسة حتى في المؤسسة يقول العالم دوركايم إن لم يحدث تفاعل وجداني بين المعلم والمتعلم فلن يحدث تفاعل عملي أبدا نحفظ ودي ما يعاونك شدات عملك ما مات يعاوني أخوي الصلاة يسير يشدلي وانا نرى رؤى أنك لازم ما ترسليه منزلوا لحظة لحظة نحفظه نراجع وش تفضل تراجع دروسك قبل الامتحانات في البيت ولا تلجأ الدروس خصوصيا البيت البيت معلش؟ خاش بابة زيديتها بعد نزل نديله درهم والناس بشكروني نقرع واحد يفضون وخلاص جام 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 شوما المواد اللي ما تفهميهم شبليح وتعيفها فيهم فيزيك مات وما نفهمش بزافة العلم تساعدني أمي والأب تاعي وأخوتتي عندي شياز خاص نخاف يكون عمبالي أسكحة ننجح بصح ما عم بعدها ودي نحولي الخوف وخلاص وندخل فرحانة ورحك على الميقات معدتها لازم تجيب علامات جيدة نعم لا 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 كس تجعني كتر باش نجيب علامات جيدة باش نفرحها قولي لقبل فترة الامتحانة تسفضل تراجعي في البيت ولا تلجأ دروس خصوصية نفضل نلجأ الدروس الخصوصية بس كفها المدرسين يفهموكوش كاين في المدرسة كما نعندي زوج زوج أطفال واحد رفل خامسة وطفلها في الرابع هذك اللي في الخامسة ما عنديش مشكل معه سبحان القدورات تاعو ما عند ربي عبك الذكاء هذك ما قول ما عند ربي هذك المكتسبة تاعو هذك يكون في المدرسة يتبع مع الشيخة سوف يكون نراجع له ونصيبه فهم يعني الوقت ما يستغرق لقش وقت كبير فيما يخص طفلها في الرابع هذك كان عندها مشكلة في الأولى والثانية الشيخة ما نقول لا يصح ما كانتش تخدم معالي حشمه ولا كما قولوا يدير الفوضى ولا هي بنتي كانت حب تلعب سوف يدامن عندها نقص كما قولوا في الرياضيات في التركيز وقال هذك تستغرق لي وقت لازم عندما بدنا نراجع معه ونزيد لها لي كوخ سوف تفضل في الرياضيات في الرياضيات دايما تكون نقصة أنت تفضلي أنه يراجعوا أبنائك في البيت ولا يلجعوا لدروس خصوصية هذا كما نشوف أنا الولد نراجع له في الدرسة بساطف لكن نشوفها بلي نقصة نراجع لها أنا ونزيد لها درس الدعم عودة مجددة مشاهدنا الكرام لمتابعة النقاش حول التحضيرات الامتحانات فأستاذ بالباقي نلاحظ أن معظم العائلات الجزائرية تلجأ لدروس الخصوصية هل ترون أن هذا الدعم يأتي بنتائج خاصة وأن دروس خصوصية أصبحت مكلفة نوعا ما ممتاز شوف دروس خصوصية هذا موضوع أنا أراه ربما تعطينا حصة كاملة لنقدر لازم يكون موضوع وديروا حصة كاملة ونفصلوا ما له وما عليه إذن نقدر نقول لك دروس الخصوصية أنا أقول لها بصراحة دروس الخصوصية نتكلم من الجانب التربوي ما نخدش في الجانب يعني الدروف يعني يعني دروس خصوصية أين يدرسون ولا حتى المبالغ هذا كموضوع لازم ندخله في تفصيل ونتكلمه يعني بإسهام لكن نتكلم من جانب التربوي أقول لها بصراحة أن الدروس الخصوصية وخاصة في الباكالوريا ساهمت بقسط أوفر في نجاع أبنانا أقول لها بصراحة ساهمت ساهمت وساهمت نقول لها بصراحة يبقى الآن هذه الدروس الخصوصية نجيراننا الآن قدروا نقوله تونس تونس دروس خصوصية عندهم من كاية شارج عندهم دفتر أعباء وديرينهم مقننة الآن نحن في الجزائر ليست مقننة راه يتمشي هكذاك ولكن بالوقت لازم هذه الدروس خصوصية كما قولوا إما تقنن إما هذه الأبناء تعنا أو الوزارة بصفة عامة أستاذ ترى أن الدروس الخصوصية التي تلجأ لها لعائلات الجزائرية تأتي بنتائج نعم أنا أقولها بصراحة نعم أنا أقدر أن أقول لك لدينا 58 مدرية تربية لدينا سبع مدريات تربية فيهم اكتضاد رهيب لما أقول لك اكتضاد عندنا 60 تلميذ يدرسوا يعقل 60 تلميذ يكونوا في القسم خير من قبول إطلاقا وبالتالي كيف يكون طاقة استيعابة أبنائنا ما يقدر ولا أستاذ يتحكم ولا تنميذ يسمع ما تقدرش وبالتالي تلقى بعض الأولية يروحوا إلى دروس خصوصية على الأقل يكملوا هذك المشكلة يرهوا واقعتها ماذا ما يمنعش أن أغلبية المدريات تربية ما فيهاش يعني اكتضاد ولو ما كاش اكتضاد تلقى أبنائنا يدرحوا دروس خصوصية نعطيك نقطة مؤشر مهم جدا شوف تلقى كان الأستاذ يقول تنميذ يدرس معدلت على ست ساعات في القسم بين متوسط و تانوي اتخيلوا التنميذ يدرس ست ساعات في القسم لكن في المساء يروح محفز إلى دروس خصوصية ويزرب بش ما يوصلش متأخر ويمد مبالغ مالية ويروح بوحد تحفيز كبير جدا كين عملت استفهام من الجهتين يعني إذن أقول لأن يلقى الراحة تعول ويلقى الضالة تعوف يتلك الدروس الخصوصية إذن أقول لأنه ربما في المؤسسة ربما كين قوانين ولازم تكون قوانين يحس رحوم مقيد وكذا كايش يكلم أخ لكن أنا أقولها أن الدروس الخصوصية بصفة عما ساهمت في أنا أقولها بصراحة ساهمت في نتائج أيضا اللي يفضلوا أنهم يدرسوا في البيت ربما من خلال تقريب أنا يجايك لا لا دوك نقول لك دوك باش نكونوا متوازين يكونوا عادلين أنا أرى الآن وتمديلي رأي ونقول لك أنا أرى أن الدراسة في البيت هي الأصل هي الأصل لأن الدروس خصوصية هي الزيادة لأن علاش تلقى تنميد يقدر معدل في الباكالوريا يعرف يجيب يقدر يصلك تناش يقول لك أنا باش يكون عندي اختيار ما لازم نزي نتعب وندير دروس خصوصية باش نطلع الخمستاش أو ستاش باش يأخذ يعني وشرا وعند الرغبة ليوحبي ديرها لكن تلقى الأصل هو الدراسة في البيت وقلناها الدراسة في البيت هي الأصل يبقى الآن دروس خصوصية هي زيادة فالوراجعة يعني الوراجعة في البيت بالأنها هي الأصل أكيد هي الأصل نحن نشوف عندنا لما تكون عندك نماذج نماذج لما تشوف العام الماضي الباكالوريا يعني اللي كانوا في الأوائل يقول كان ما درش دروس خصوصية وما أكترهم العام هذا والعام الماضي ثالث ما درنا درس خصوصي درس في البيت كان منظم أموره ممتاز جيدا ربما الآن كاين في اليوتيوب عنده ربما يتبع أستاذ أو أستاذين أو ثلاثة من البيت ووراه كما يقرأ عن بعد هذا ربما يحتاج حاجة أو فكرة أو فكرة تلك هذا وهذا شيء مشروع لكن الأصل فيها أنه يدرس في البيت لأنه متأكد من قدراته وكذا يبقى الآن هذه اختيارات تعائلة الآن درس خصوصي فرضت نفسها الآن تعامل معها تقنينها كيفاش راح تكون هذه راح تكون ربما للوقت أستاذ تشعبون ماذا عن نلاحظ نفس السؤال ونلاحظ أن معظم العائلات الجزائرية تلجأ لدروس الخصوصية هل ترون أنها تأتي بنتائج إيجابية خاصة أنها أصبحت نوعا ما مكلفة قد تكون لها قد تكون لها بعض النتائج لكن هذه الدروس الخصوصية في مجموعة من الأسئلة يجب أن تطرح من هو هذا التلميذ الذي يذهب للدروس الخصوصية ما هي الظروف التي تتم فيها هذه الدروس الخصوصية استعدادا للامتحانات أستاذ ما عليش من هذا الذي يقدم الدروس الخصوصية إذا كان الطفل الذي يتلقى الدروس الخصوصية عنده استعداد ويتلقى الدروس الخصوصية في مادة أو مادتين يعجز عن الاستعاب فيهما لكن اليوم في مجتمعنا أصبحت الدروس الخصوصية ظاهرة هل من المعقول أن يتلقى تلميذ في السنة الثالثة ثانوي يستعد لشهادة الباكالوريا مادة ترياضية في الدروس الخصوصية لدينا ثلاث أساتذة مختلفين يعتبر وقت لاحظت أن بعض التلاميذ قالوا لماذا لا يفهموا في اللغة الفرنسية يدروا دروس خصوصية في المادة الفيزية يجعلوا دروس خصوصية يعني اللجوء هذا باش يكون عندهم استيعاب أكثر للمادة فقط إذا كان التلميذ يتلقى الدروس الخصوصية في مادة أو مادتين يعجز عن الاستعاب فيهما يعني يتلقى صعوبات يعني تحضيرا لانتحانات أسات تحضيرا الدروس الخصوصية أختي الكريمة تحضيرا للاختبارات أو طول السنة الدرسية هي نفسها تتم في نفس الظروف وتتم من طرف مقدمها سواء أساتذة في المدارس العمومية أو أساتذة في المدارس الخاصة وأحيانا نجد أشخاص يقدمون الدروس الخصوصية وهم ليسوا أساتذة معناه عنده لصنص في اجتصاص معين هل هذا تتوفر فيه شروطة التدريس وهل له طريقة بيداغوجية والأستاذ يوافقنا رؤية لأن الدروس الخصوصية في الحقيقة يجب أن نفهم نقطة مهمة الدروس الخصوصية ليست تنفيذا للبرامج يجب أن تكون معالجة بيداغوجية للنقائص التي يعاني منها التلميذ الدروس الخصوصية أؤكد يجب أن لا تكون تنفيذا للبرامج لأن البرامج تنفذ وفق مخططات وتدارجات سنوية موضوعة من طرف المجلس الوطن للمناهج الدروس الخصوصية يجب أن تكون معالجة بيداغوجية لتلميذ يعاني صعوبات تعلمية في مدى معينة أو في مجموعة من المواد إذا كانت الدروس الخصوصية تتم وفق معايير بيداغوجية أكيد تكون عندها نتائج لكن الطريقة التي تتم بها والظروف المحيطة بها هي نفسها سواء قبل الاختبارات أو بعد الاختبارات وأنا أوافق الأستاذ على أن هذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من حصة حتى تتم مناقشة الموضوع من مختلف الجمال ديف مقطع شيء الذي لا نحب ذوه ويخلينا ننطحه في شبهات نقولها بصراحة تلك الضوارات التي تندارق بالاختبارات بصراحة كلام كبير مش عليها أنا أستاذ أنا أستاذ الرياضيات أنا غير مقبول إطلاقا تلك الدوارات بصراحة أنا شحبي ندخل في تفصيل من سوناس ولكن تلك الدوارات غير مقبولة إطلاقا بصراحة خمسين ألف ورواح الدورة وبعدك يكون فيها أمور يعني غير تربوية ما نقبلوش هذه الدوارات إننا إحنا ضد هذه الدوارات بصراحة أنا لما أقول دوارات يعني في دروس خصوصية تلك الدوارات غير مقبولة إطلاقا إحنا ضد هذه الدوارات وتلقى الأولياء حتى الأولياء حتى الأولياء مساهمين ويبعتوا لدوم تلك الدوارات بصراحة غير مقبولة ونقولها غير مقبولة لماذا؟ نعم دوك هذا أستاذ هذا أستاذ لازم يكون عندك ضامير مهاني وكاين أستيدة يدروا دوارات يديروها ولكن يعني بشرف وكذا لكن كاين جيهات وحد أخرى بصراحة بصراحة غير مقبولة وش يديرو نقولوها بصراحة أنا أقول لك بصراحة دوك أقولها لك إنما تشوف الموضوع يخرج تعلموا عن المتحان ما بصراحة أخلاقيا غير مقبولة غير مقبولة غير مقبولة أنا أولاد زمالاء نقريهم لمدلوسي شي أنا أولاد زميل نحطه في عينية نقريه نزيد له سوايع نتعب عليه ننصحه نطيح معاه وننض هكذا نكون له أولاده اليوم بديت له مقبولة لا هذا مقبول هذا إلا كان في المتوصل السنة رابعة يحبس ولا جاز التانوي التيرمينال ما يربحش الباكتاع وبيتالي نكونه نعطيله كما قولون نعمر له مخه بالمعلومات وكذا هكذا لي لازم تكون أما هذه الضوارات يعني كان ضوارات شريفة ضوارت منه لكن ضوارات بصراحة نقوله ولذا قد كان الموضوع كبير موضوع كبير يحتاج إلى يعني تعمق كبير جدا ما هو سبب أبنائنا يحب نفسين يروحوا لهذه الدروس الخصوصية وتلقى ما قال أستاذ تلقى يدير استماوات سبع مواد خير مقبول كيفش يدير استماوات وربما الآن تلقى العلميين يروح يدير رياضيات فيزياء والعلوم نقدر التماوات نقدر نقبلها تلقى ربما ليلونغ يروح يدير أنجليزية ولغة عربية إسبانية مقبولة أما الآن تلقى علمي ويدير كل المواد هذا أسمح لي غير مقبول إطلاقا حتى الأولياء أصبحت هذه كما قلت أنت يا حتى ماديا مكلفة جدا 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 ولي عنده ربعة أو خمسة أولاده يقرأوا وكيفش أحيي كيفش أحيي موين هدوك فش أحيي مدى الدرام ولذا قلنا هذا الموضوع يحتاج إلى كما كلام يعني كلام كما نقول لغة العقل فيه وما نفعلوش لكن عندنا وش نقوله فيه وعندنا ولي لازم نقوله كلمة الحق وقوله كلمة الحق فيه نعم نقولها بصراحة سانسيلوتو كريتيك نعالجوا دو أخطأنا مهما يكون دو أبنائنا احنا تاني مدى بينا يقرأوا وكذا إذن وبالتالي الدروس الخصوصية قلنا فيها وعليها أنا نتكلم على الشق التربوي الشق التربوي نقول باللي أستيدنا الكرام اللي يراهم يكونوا دور بصراحة أرامي بدل وجهة كبير جدا يتعبوا ربما في المؤسسة ويروح يزيد دروس خصوصية حتى هما كذلك يعني يشوف والله نزيدون خلينا نهضر عن نظام تعويضي هذا الأستاذ هذا اللي يتعب ويقرير ربع سوية خمس سوية ويزيد العشاء ويقرير تلت سوية ربع سوية ظن باللي ما وش يتعب هذا الأستاذ أو يتعب تعب كبير جدا ويروح يزيد دروس خصوصية دليل على أن ما هي لا بيت عنا راه ضعيفة جدا يعاون رحوم أكيد لازم يعاون رحوم بهذه مثل هكذا طرق شكرا أستاذ أستاذ محمد تشعبون نصيحة ربما تقدمها للأولية يعني لتعامل مع تلميذ خلال فترة الامتحانات النصيحة خلال فترة الامتحانات يجب أن نحرزها على أن يكون الطفل أن يكون التلميذ في البيت في أريحية تامع يجب أن لا نمارس عليه ضغوطات يجب أن لا نربط نجاحه بالعالمات التي يتحصل عليها يجب أن لا نعارض بناءنا للتهديد قبل الفرض والاختبارات إما أن تتحصل على هذه العلامة وإما أن تعاقب هو خطأ كبير يمارس بطرف الأولياء وهو ضغط رهيب قد يؤدي أحيانا إلى نتائج عكسية وقد نضع التلميذ في موقع فقدان الثقة ونضعه في وضعية يسعى لتحقيق أرقام وليس مستوى يسعى للوصول إلى أرقام أغضاء للأولياء بدل ما يسعى لتحقيق مستوى واكتساب معارف يجب أن يرافق الأولياء أولادهم في هذه المرحلة دون أن نحرمهم مثل ما قلت من الهواية ومن اللعب ومن الاستراحة نحرص على أن تكون عدد ساعات النوم المنصوص عليها في منطرف المختصين يجب أن لا نرهق ابناءنا بساعات طويلة من المراجعة مثل ما يفعل بعض الأولياء يقول لك هنا وليدي نوضوها على ربعة عصباح لأن الفطر الصباحية هي أحسن فطرة رغم أن الوتائر رغم أن الوتائر المدرسية تثبت العكس كبار العلماء يؤكدون أن أحسن مرحلة ليستوعبوا فيها التلميذ هي بين العاشرة صباحا والواحدة زوالا ومن الرابعة مساء إلى الساعة السابعة مساء إذن يجب أن نحترم الوتائر المدرسية وأن نضع ابناءنا في هذه المرحلة في جوين من الأرحية حتى يحققوا نتائج تكون مثل المستوى شكرا جزيلا إضافة فقط شوف المشرع برك نكمل لك هذه بك في عجالة شوف الميت في نهاية الفصل تكون الأساتي دائع يعني تكون في كل مؤسسات استقبال الأولياء هذا الجسر اللي رح يكون بين الأولياء والأساتي دائع مهم جدا هنا رح تكون معالجة كثير من الأمور تعالج ولذا إذا ابناءنا فشلوا في الفصل أو المخدموش مليح تلك الملاقات بين الأساتي دائع والأولياء هذي لمعالجة كثير لأن الأولياء يعرفوا الأساتي دائع عن طريق أبناءهم لأن الولياء يجي ويتكلم مع الأستاذ يلقى شخص آخر هذك لغة التواصل تخلينا نعالج كثير من الإشكاليات لعند أبنائنا تلاميذ ومن ثم المشرع زاد ما زالوا فصلين آخرين كثير من المعالجة هذه المعالجة رح أبنائنا يداركوا واش ربما يعني كان أخطاء لداروها في هذا الفصل ما يداروها شو الفصلين ويتداركوا وبتالي يكون النجاح نصيبهم شكرا جزيلا أستاذ شكرا على تليبيتكم للدعوة شكرا أستاذ محمد تشعبونت شكرا أستاذ بالباقي يا حسن وصلنا وإياكم مشاهدنا الكرام إلى نهاية عدد اليوم للمزيد من المعلومات والتفاصيل نرسلونا عبر مواقع تواصل الاجتماعي متابعة طيبة لبقية برامجنا موسيقى